طيب ساعات بنقول ان بيت مريض اكتئاب ومش حاسين به يعني ممكن يكون عندي ابن مراقب يعاني من الاكتئاب ما بحسش به ما بحسش ان هو بتعمل عادي ازاي قدر الفروق البسيطة لانا قدر اقول لابن كلا انا لازم احاول اساعد ابني او بنتي طيب فكرة ان انا اخد بالي من العلامات الممكن تظهر هي في حاجات احنا دايما بنقول علامات لو ظهرت مع بعض احنا عندنا مشكلة يعني لو ابني بدأت تظهر علامات عليه ان هو بدأ يجيله سوء تغذية مع كوابيس او هلع ليلي مع ان هو يقيمة الاكستريم تماما يقيمة يكون عنيف جدا وعضواني يقيمة نعزالي وانطوائي تماما بدأ يجيله سوء في التحصيل الدراسي تشتت انتباه نقص في درجة التركيز خايف من المجملات حتى اقرب الناس ليه مش عايزة تعمل مع حد حتى لو كان قريبه او اخواته بدأ السلوكه يتغير بدأ يعيط في اوقات غريبة بدأ يخاف من الضلمة الخوف بدأ يتوصل اكتر من حاجة بقاش عنده الرغبة ليه من حاجة التواصل اكتر من حاجة من حاجات دي ستوب كلا انا بدأت يبقى عندي مشكلة وخصوصا ان بداية الصدمات قد تبدأ من الفطام او صدمة في حياتك او طبعا صدمة الفطام لو احنا في ناس كتيرة جدا الفطام بيبدأ نحط شطة في بقه نبدأ نزعق له فيبدأ عليها اسقاط نفسي يحط صباحة جوة بقه مدى الحياة كنوع من انواع النشوز الدفاعي عشان ازى والدته عشان اوقات الاطفال ما بيرضعه انا ممكن اعض والدتي فالام بتعني شوية الطفل فهو مش فاهم فهو بيبدأ يزى والدته لو ده ما عدتوش لو حصل وما عدتوش تأكدني ان ابني حصلوا مشكلة